قد تتسبب بعض الأمراض أو الحوادث في تلف الأسنان أو فقدانها ولتعويضها نلجأ إلى زراعة الأسنان هي عملية تهدف إلى غرس زرعات معدنية جديدة مكان الأسنان المفقودة لتستبدل بعدها بسن أصطناعية تشبه الأسنان الحقيقية بصورة كبيرة من حيث الشكل والأداء للمزيد ينضم إلينا في الستوديو دكتور منهال محمد طبيب أسنان واختصاصي زراعة أسنان أيضا صباح الخير دكتور صباح خير يا هلا أهلا شكرا على السباة كل عام وتبخير كل الله وأنت بصحة وسلامة دكتور نتحدث اليوم عن زراعة الأسنان في الكثير من الحالات ولكن متى تكون الحل الأفضل بالنسبة وبديل عن الأطقم الأسنان التقليدية حقيقة مثل ما تفضل السادة عادل قبل شوي يعني هو ممكن تكون كتعويض في حالات الكسور مثلا الحوادث عند الشباب مثلا اللي بمارسوا الرياضات العنيفة أو حتى مش العنيفة هاي الناس بتكرر عنده كتير وعند كبار السن كمان اللي بيفقدوا أسنانه نتيجة الكبر العمر أو تساقط الأسنان فعمليا هو حل مثالي لمعظم حالات فقدان الأسنان بغض النظر عن الأسباب طيب دكتور يعني لماذا الدكاترة يفضلون بقاء الأسنان حتى الرمق الأخير دون زراعة يعني بمعنى قد أكون فقط جزء أو جزء كبير حتى من الدرس لماذا تلجأ إلى تركيب التاج بدل الزراعة حقيقة في شيء تاريخي متعلق بالموضوع شيء تاريخي أنه لازم نحافظ على السن بكافة الوسائل بس إذا من أخذها من وجهة نظر مختلفة أنه في دراسات علمية حقيقة يعني إذا كان السن معالج العصب مثلا لفترة طويلة خلينا نقول وبننا نرجع نعيد معالجته لسبب في أنه التهاب نحن عمليا نصرف وقت وجهد وكمان يعني هذا investment يعني مش مستهل نصرف عليه فلوس مقابل واحتمال النجاح قد يكون محدود من شان هيك نحن عمليا منفضل أنه نلجأ لشيء أكثر يعني إمكانية نجاحه كثير عالي يعني النجاح اللي هو نسبة نجاحه تقريبا بين 95 إلى 98 بالمية بأول خمس سنوات بعشر سنوات 92 بالمية يعني يعطينا عشر سنوات يعني نسبة عالية جدا طبعا إذا عمل ضمن شروط جيدة وبأيادي محترفة طريقة صحيحة طب دكتور ماذا عن مرضى السكري يصلح لهم موضوع زراعة الأسنان ومع التقدم في العمر أيضا هناك تأثيرات على العظام عظام الفك حقيقة هون بلا لازم من عمل دراسي لكل المريض على حدة يعني نسبة السكر كتير مهم أنه نعرف أن نكون منضبط السكر وتحت نسب معينة طبعا هاي بالتعاون مع طبيب الغدد مثلا اللي بتابع المريض بس عادة الزراعة مش مضاد استطباب بحالة السكر عند كبار بالعمر أحيانا بصير فيه شيء اسمه أستيوبروزيز اللي هو تخلخ العظام يعني هاي له حل تاني وحتى بعض الأدوية ممكن تكون مضاد استطباب لحتى نعمل الزراعة بس كل حال لحال هالحاليا في تقدم كتير كبير يعني نحن عم نلجأ حاليا لزراعة العظم عم نلجأ لبلازمة الغنية بالصفيحات الدموية يعني هذه كثير بتحسن نتائج حتى يعني منلجأ لشغلات ما كنا نقدر نعملها سابقا حاليا صرنا نعملها هذا بالنسبة لمريض السكر من يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم هل يؤثر تؤثر الزراعة عليه هل هناك أيضا عقبات في طريق في طريق الزراعة حقيقة الضغط الدم مش مضاد استطباب أيضا لأنه ممكن سيطرة عليه بسهولة يعني المشكلة الرئيسية هو بيبقى تخدير يعني اللي بنا نستخدمه نحن عادة تخدير مستخدم معه الأدريالين الأدريالين بيرفع الضغط شوي فنحن لا ممكن نستخدم تخدير بدون أدريالين يعني دائما في بدائل يعني مش راح نقف عايش زين يعني ما تختلف يعني عملية أنه تشافي أو تعافي هذا المريض عن آخر ربما يكون مريض بأمراض صحيح لا مثلا السكري مرضى السكري يعني مثلا لازم نعطيهن وقت أكثر للشفاء يعني نحن مثلا بالعادي مننتظر بين ست أسابيع إلى ثمان أسابيع حتى يصير فيه شفاء كامل حول الزرع عند مرضى السكر يمكن نعطيه ثلاثة شهر أو أربعة شهر يعني يعني نعطيه وقت أكثر عشان سكر يتزبط وبعد كده ممكن تقدروا تعمله مضبوط بس حتى يعني فترة شفاء بعد ما نحط الزرع لازم نستنى فترة أطول شوي طيب دكتور فيما يخص الزراعة كله في جلسة واحدة هل هذا حقيقي قاله حلم ممكن يتحقق أو ما يتحققش لا حقيقة حقيقي جدا يعني بس فيه له شروط يعني فيه شوي الكوميرشلز شوي مغطية على الموضوع أنه يعني زراعة بيوم واحد هو فعلا ممكن بس مش عند أي حدا يعني كثير ممكن أحيان نعمل زراعة ونعوض ونحط تاج على السن بس السن هذا اللي بنحط عليه مش لازم يكون فعال يعني مش لازم يشترك بالمضاء يعني له أهمية تجميلية أكثر ما له أهمية وظيفية حتى لو فيه خياطة بعد الخلف طبعا ما فيه شرط رئيسي جدا هو هو اسمه شيء الثبات الأولي إذا الثبات الأولي جيد ما فيه مشكلة احنا خلينا نشوف الزراعة اللي معاك دكتور بأنه طبعا مكبرة شوي ما بعرف إذا الكاميرا ممكن تأخذها شوي لا تأخذها تأخذها يعني عمليا هو الزراعة بتتألف من قطعتين الجزء اللي بندخل بالعظم اللي هو الجزء الأبيض والجزء العلوي هو اللي بيظهر بفم بالفم فهدول القطعتين بيتركبوا مع بعضهم طبعا هاي بيكون مندخل بالعظم منرجع منحط التاج عليها هيك يعني منركب عليها التاج السن طبعا ممكن يكون سن وحيد وممكن يكون أسنان متعددة يعني كثير أحيانا ممكن نقلع مثلا خمس أو ست أسنان ونعوض بنفس الوقت بنفس الوقت بنفس الوقت الزراعة دكتور الزراعة هل يجب أن تثبت خلال فترة معينة لأنه لسه ما رح تطيب بسرعة صحيح بس هو نحن نعتمد على العظم على بقايا العظم بعدين شكل شكل الإنفلانت هو اللي عم يتغير الزراعة شكل الزراعة يعني بالضبط الشكل الزراعة هو اللي عم يتغير وعم يكون طبعا هي مو بهذا الحجم حتى لا نختارها هاي هذا التأكيد مو بهذا الحجم الحجم هذا شوي كبير كبير هذا مكرم طيب هذا حجم حقيقي لو عنا ماذا خلينا نشوفه جمال إذا تكرمت هاي حجم حقيقي يعني هذه يلا بس دكتور في ناس كتير بتخاف من هاي شوف مثلا هون عندنا هذول الزراعتين وهي الجسر اللي ممكن نخطن فوق يعني تم زرعة لازم تقدر تسويها جسور دكتور ولا كل سن بحاجة لا جسور طبعا جسور طبعا نزرع كل محل كل سن مش فكرة جيدة طيب دكتور يعني في تخوف يمكن بيخافوا من الألم في تورم في بيحصل في زرقين ممكن يحصل على الخد يعني من تجارب عرفنا هذه التفاصيل ما السبب السبب أنه رد فعل الجسم يعني أول شي العمل الجراحي إذا كان رضي شوي يعني إذا كان مثلا المساحة كبيرة الورم رح يصير يعني على حسب كل شخص مش لا عادة بصير عن تسعين بالمئة من المرضى الورم مثلا بس فيه ممكن نعطي أدوية مش نخفف الورم بس حقيقة هو ثمن بسيط جدا لأنه نحصل مثلا على سن أو على مجموعة أسنان يعني إذا ورموا الواحد ثلاث أربعة أيام مش نغيره لذا كان وظيفته تتطلب أنه طيب أنا مثلا واحد شباب في مقتبل العمر مثلي يعني يا والله أن نعم منا كيف أقول لأمريك هل تنصح إذا كان شيء مثلا أكثر أغلب الأسنان ساحب العصب كما يقال هل تنصحوا بالزراعة؟ لا ليش؟ إذا السن معالج العصب بشكل جيد بالعكس السن يعني ما في شيء يعوض عن السن أبدا بس كل حشوات والتاج مهما كان هذا له حلول ذات تجميلية يعني ممكن نحط كراون مثل نلبس هذا السن دكتور إلى الآن ما زلت مصرنت على السن القديم لازم نكون منظفية ما يش حاجة بتعوض الأسنان الحقيقة قبل أن هذا بالأسئلة استفسار أخير دكتور هذه الحشوات التركيبة المعدنية نغيرها كل كم سنة؟ لا هذه مفروض الدوم مدى الحياة بعطيك فكرة صغيرة تاريخية بسنة 1965 دكتور بران مارك هو اللي اخترع فكرة الزراعة أول مريض اختبروا عليه الزراعة هو مريض حطى له أربع زرعات بالفك السفلي بسنة 1965 استمروا بتموا أربعين سنة أربعين سنة فتخيل يعني قدش هي فعالي وثابتي وممكن تعيش يعني لما منحكي العمر يعني تجاوز العشر سنين يعتبر نجاحك بس هذا لازم يكون العظم صحيح أكيد ولا تزرعون كمان ممكن حاليا في تطور كبير بزراعة العظم طبعا شكرا جزيلا دكتور مهان محمد طبيب أسنان واختصاصي زراعة أسنان يعطيك ألف عافية الله عافية شكرا جزيلا طيب العادة